فالتاجر ينبغي له ويطلب منه عندما يشتري السلعة إذا اشتر السلعة والدولار بثلاثة دينارات أو أقل ينبغي أن يضع هامش ربحي على ذلك الأساس على رأس ماله الذي اشترها به لا ينظر إلى أن الدولار الآن وهو يبيعها بأربعة دينارات ونصف ولا وصل خمسة دينارات ولا ستة دينارات هذا خلاف المروى وخلاف الأخلاق وخلاف الديانة النبي صلى الله عليه وسلم في حيث الصحي يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرق فإذا صدق وبينا بورك لهما في بيعهما وإذا كتما وكذبا محقت بركة بيعهما فالمسألة ليست بجمع المال المسألة فيما يبارك الله لك فيه إذا أخذت المال بصورة غير صحيحة وفيها جشع وفيها استغلال حالة الفقير وحالة المحتاج فلن يبارك لك أيها التاجر في الماء الذي جمعته